النهاردة انا فجأت بخبر لان انا واحد من الناس اللي زي زي ملايين بيحبوا النادي الاسماعيلي مثلا من ضمن الاخبار اللي احنا متكلم فيها النهاردة في كلام في الكورة ان الكابتن شاوي غريب راح مباراة لألفين وخمسة ورايح المفروض ان هو يقعد علشان مع مجلس الادارة يحط بقى خطة العمل واللي جاي واللي هيحصل والحكاية والرواية ويتعاقد مع النادي الاسماعيلي كان الكابتن حلم طولان قبل كده اتكلم على ان هو حصل موقف برضو راح وبرضو ما كانوش من وجهة نظر الكابتن حلم يعني على حسب روايته وانا اصق جدا في رواية الكابتن حلم طولان لانه راجل محترم وراجل تاريخ وراجل شخصية ومش هيقول حاجة ما حصلتش يروح الكابتن حلم طولان ويرجع ويقول طبعا اللي قاله وكان شئ مزعاني جدا قوم خوفني عن نادي الاسماعيلي فلما اتكرر النهاردة حاجة زي كده مع برضو واحد من رموز الكرة في مصر ورموز التدريب في مصر كابتن شاوي غريب ويرجع واسمع اللي سمعته انه يرجع بالطريقة دي هتو محدش يقعد معاه والكلام ده كله ده شيء يرعبني على النادي الاسماعيلي ويزعلني على النادي الاسماعيلي لما يبقى عندك حلم طولان ولا يعني انك شاوي غريب وده يحصل وانت النادي الاسماعيلي انت جالك اتنين من الكبار الكرة في مصر حلم طولان او شاوي غريب لاتنين قد الدنيا المفترض ان ده مكسب للنادي الاسماعيلي وحد تتعاقد معاه فمالك بقى من النادي الاسماعيلي العظيم يتعاقد مع واحد من الاتنين المداربين الكبار دولت ايه اللي حصل وايه اللي بيحصل في اسماعيلية نعرف طبعا من واحد من عشاق النادي الاسماعيلي واحد من الاسماء اللي نجحت جدا وقتا ما كانت موجودة في ادارة النادي الاسماعيلي وهو طبعا الزميل العزيز والاخ وصديق العمر الكابتن محمد الشيح كابتن الشيح اهلا بيك مساء الخير يا رجب تحياتي لك ولكل المشاهدين كابتن عمر الحديد طبعا ورسول محمد الجبال من وغير الجن حبير كابتن شيح منك الرواية بجد ايه اللي حصل اللي حصل المشهد كوميدي هادلي حضرتك رئيس مجلس ادارة النادي الاسماعيلي اللي نجح من فرق صوت بيتخانق من اول مجلس مع عضو المضطهد اللي مشاه بحجد من مواجد قال عنه وعن بعض اعضاء المجلس وعن بعض من يديره النادي من الخلف والتامهم في زمامهم بالمالية على صفحته وفي فويفات وفيديوهات وليفات وابو نال علي عقد جباية عومية طارقة ثم جشاو غيادة لغتها لعدل قانونيتها ثم اعاد مرة اخرى عمل جباية العومية اللي تلاهب والشباب غيادة رجعته وقضايا ومش قضايا المهم انه كلهم يعلموا ان الخطاب بتاع وقف القيد جاي من شهر قدايا اللي فت وهم يعلموا جيدا ذلك ان الاسماعيلي عنده وقف قيد ده ظرر لتعدد القضايا ضده والسوق صبايا وده حصل فقاد دي جبيرة جدا ده ده فالفعودية مسلا دمام دمام انك تبعي اللعيبة المهمة وما تجددش للعيبة اللي توجودها وانت تعلم جيدك ان القيدة يقف دي جريبة في حق نادم اسماعيلي ولا بد ان تقف الجباية العوضية وقفة رجل واحد ضد المجلس اللي بيجري لجل اسماعيلي حالي تمام ارجع لحضرتك التالي هو له رغبة قعيف انه يجيب مارك فوت يركبه على الجهاز بتاع رجب جبال المجلس المعلى رفضة بتقول ان عارضي مرر الصفقات كان ولد سبصر معتقد من افريقيا عمل معه عقد غريب جدا مش عارف خمسين خمسين واربعين واربعين وستين سبعين وارقام غريبة كده اول ما اصلاحها في الكورة وبيمضي معاك انه هو انه يجيب العيبة الافارقة وسمعت اللي جاول العيبة ومبدوهم وجاول العيبة وصميد ومبدوهم وانا لما قولك سمعت يا احمد انت تعلم ان انا سمعت يبقى معلومة من المصدر فالمجموعة التالية اللي انا حديدهم لك بالاسبه هم صارج عبرار ومحسن عبد المتيح وشوق عوض ومحمد جمال رفضوا اللي عرض يعمله رئيس الددي ومعاه اعتقد اميني الصدوق وعوضوا مجلس البصر فراحوا اتفقوا بره بعد بوضوهم موضوع كابتن حلمي طلزة وحادت تفضلت وصارت وانا باعتزل للكابتن حلمي يقولانا عن كل جبه الناجب اسماعيلي على المواقف ده وده الا من فعل يعني كابتن حلمي ما تجمعش اسماعليا في هذا المواقف وتجمعش الناجب اسماعيلي في هذا المواقف تمام ايه لحسب النوضب شخصي اه ايه لحسب هو نضب موضوع كابتن الشاب هو مش النهاردة عشان احنا قدامنا بالزبط قدامنا الشاحة تلت داية بالزبط فضل حاضر هو مش النهاردة هم قاعدوا اجتمعوا في احد الاندية على تلين البلاجات اللي اربعة وكانوا بصدارين باشهد ان هم هيجددوا الاشرف خدر تمام فهو القاعدة لأ اشرف خدر لأ حمد ففاجئوا الاربعة اللي هم هيجيبوا شوق غريب ماشي فابل الجلسة وقابل الصدوق باشي شاب الجلسة وراحوا صالحوا العضو المضطهد اللي هو اتهمهم في زمامهم المالية واللي هو حلف طلاق هو من حوله انه مش يخش النهاردة راحوا جابون ده هرده عشان يبقى اربعة ضد اربعة جدا رئيس النادي كفيته ترجح عشان يبوز بوضوع الشوق غريب انا طبعا كانت انشاء الله غريب ده راجل نجد كبير وشخصية عامة طبعا وراجل هو يشجع نادل اسماعيلي اصلا يشجع نادل اسماعيلي شوق غريب اصلا شوق غريب ليشجع نادل اسماعيلي تمام فانا مش هقول شوق غريب عمل ايه لان اللي عمله شوق غريب يقلل بالقيمة النادل اسماعيلي لكن انا بقوله انت راجل يا شوق غريب بس شوق غير كده انت راجل ايه والمعنى بطل الشاعة انت راجل يا فندم انت راجل يا شوق غريب انت راجل انت راجل اللي عمله شوق غريبة. اه. يدل على انه راجل. عمل ايه? ما قدرش اقول على الهوى. لانه يقلل بالقيمة. يقلل بالقيمة. عضوية او رئاسة مجلس ادارة البديل اسماني. اه. انا كده يعني شي بفهمت يعني ايه اللي حصل. تمام. بالزبط. يعني بقى. لكن بقى. انا عايز اقولك على حاجة يعني. انت راجل عارف ان القيم هيتقفل. ومتبقى لعيمة. ومصمم انك تبشي في اتجاه معاية. وعندك استراتيجي معاية. الناس اللي جنبك شافت البنزة في حاجة غلط بتحصل. اه. فالمنطقي والطبيعة والصحة اللي احصل اختلاف صحي. زي ما قالوا له على الترابيزة. شاوي عود قال له. قول رأيك يا فرد. اه. طيب كده شيحة. طيب يبدو ان في مشكلة في في الاتصال. هو عموما عشان حتى الوقت اه دايق جدا. بس اه. كده انا بمنتهى الامانة واقولها لجمهور النادي الاسماعيلي. والاعضاء الجمالة عمية. المشهد ده مشهد عبثي. ومشهد من وجهة نظر كارسي مع واقف القيد. وبعد طبعا رحيل الله يرحمه الكابتن اهاب جلال. الله يرحمه رحمة الله عليه. واللي بيحصل في ادارة النادي الاسماعيلي بالكلام بيقوله الشيحة. وطبعا اي اي حاجة الشيحة هيقولها. انا من نسبة يعني من نسبة مية في المية انا عارف ان هو بتكلم كلام صح جدا موزون جدا صادت جدا من قلب الحدث. اشتركوا في القناة